أنا عايز أتكلم مع حاجة في رؤيتك لإدارة موسماني في المباراة القادمة بس خليني الأول أقايم أوقت تقييم حضرتك لإدارة موسماني للماتش مبارا يعني إحنا اتفقنا أنه الأهلي من ناحية الفنية قدم مباراة ما قدمهاش بقاله فترات طويلة يمكن من ماتش بالمراسف حتى ماتش المريخ اللي كسبناه هنا 3-0 ما كانش فيه الحيوية والأداء والسيطرة والفرص بالكم اللي شفناه في ماتش فيتا كلاب مبارا رؤيتك لإدارة موسماني المباراة اختياره للتشكيل البداية تغييراته أثناء المباراة والتعامل مع السيطرة المختلفة سواء بتقدم فيتا كلاب وبعد كده تقدم النادي الأهلي وبعد كده تعادل فيتا كلاب طبعا بداية التشكيل اللي بدأ به دائما المدير الفني بيختار من وجهة نظره ولازم نعطيه هذا الحق تماما أفضل مجموعة جاهزة التغييرات بتكون لتعديل هذه الرؤية ممكن هو بعد ما المباراة بتبتدي بيشوف أنه هو محتاج يغير بناء على مستوى اللاعبين أثناء الوقت اللي لعبوه في المباراة عندك مثلا إصابة محمود وحيد خرج فلازم دي إصاء ده تغيير اضطراري اضطراري لكن أنا شايف أنه التغييرين اللي عملهم محمد شريق اللي هو محمد شريف ومروهام محسن لا طبعا بيقولوا أنه أولا هو بيفكر بشكل هجومي أنه يبقى عنده اتنين مهاجمين عشان يقدر يغير النتيجة وده برضو في حد ذاته فكر نقدر نحترم مسيماني عليه أنه هو بيحاول يعني هو مش بيلعب عشان يتعادل لا بالعكس ده هو بيلعب وكاد يفعلها وهو فعلها بالفعل يعني من لعبتين يمكن أول لعبة يلمسها مروان أول لمسة بجون أول لمسة بجون على طول فإذا ده يؤكد أنه هو أولا استفاد من يعني كونه أولا غير وأشرك محمد شريف أعتقد أنه إحنا قلنا هذا الكلام كتير جدا أن محمد شريف مهم قوي لهجوم النادي الآلي مع الاحترام لبواليا لكن محمد شريف كان جاله من أول ما جاء النادي الآلي رجع للنادي الآلي كان عامل أداء كويس قوي وزي ما بيقولوا كده نفسه مفتوحة يعني للكرة وللأهداف اتسحب شوية فده برضو ممكن يعمل رد فعل عكسي عنده طيب أنت هتخدني النقطة مهمة جدا في خط هجوم النادي الآلي مبارح أنا بشوف أنه الهدف اللي أحرزه مروان في غاية الأهمية يعني كان للآهلي في المباراة وكان للمروان نفسه طبعا محمد شريف برضو بنزله وتسجيله هدف في المباراة أعتقد أنه قدى لمحمد شريف جرع على أنه يمكن يكون هو في بداية السيزن يمكن كان بيشارك وكان متقلق وكان بيسجل وبالتالي ده كان مخلي معنوياته عالية لما يقعدش بعدها يعني بعد حالة التقلق دي إلى حد ما أعتقد أنها تأثر من ناحية النفسية والمعنوية للعيد مباراة لاتنين خدوا جرعة مهمة جدا وفي نفس الوقت أنا مهمة جدا أن أحافظ على أبواليا اللي بيحلفوا وسوق حظ غريب يعني وإن كان الحقيقة الراجل من حيث الإمكانيات والتمركز والتعامل مع دفعات الخصم الراجل يبدو مميز جدا بيوصل وبيضيع وكل حاجة إزاي تتعامل مع السلاسي دول بحيث أنك أنت تخافز على حالتهم المعنوية وتخلي كل واحد جاهز في أي لحظة أنه ينديك أفضل ما عنده أنا شايف أنه دائما ما نبدأ باللحظة للسابقة النهاردة عندك مثلا محمد شريف تقلق مفروض أن أنا مسحبوش يعني مفروض بعد كده ما شلوش من حساباتي هبقولك ده وجهة نظري قال شخصية وممكن يبقى فيه اتفاق عليها أو لا طبعا بس طبيعي أنت لما بتلاقي لاعب عمل فارق في النتيجة أو عمل فارق في مباراة بتحافز على الدفع اللي عنده دي كويس فأنت عندك مروان عندك محمد شريف عندك بولية التلاتة أنت مش عايز تخسر حد فيهم بس في نفس الوقت أكيد كل لاعب من التلاتة حيبقى مدرك اللي احنا بنقول عليه ده أنه اللعيب اللي ماشي يعني اللي يلعب طبعا ده وضع طبيعي عندك مثلا من المكاسب برضو أستاذ أحمد الأخيرة يعني معرفش هل الناس واخدها بالها أو أنا الواحدة اللي مضخمة جونيور أجيه طبعا عائد يعني عارف جونيور ده خد فترة كده باعت خالص خفت تماما وملوش حس من أول ما رجع لا جونيور أجيه بيعمل بيصنع عجمات وصانع لعب كويس جدا واخد بالك فده يعتبر كمان مكسب كبير جدا للنادي الأهلي آه طبعا مش كبير جدا